النهاردة يعني هنلاقش حاجة يمكن ناس كتير ممكن ما تبقاش مركزة فيها قوي فكرة ان الوسوسة بتيجي من الشيطان ان الشيطان بيوسوس لفلان انه بيوزه او بيوسوسه او كده ما نعرفش ان الانسان او النفس بتوسوسنا يعني انت ممكن توسوس لنفسك او نفسك توسوس لك انا ما عرفش بقى يعني انا بيوسوس لنفسي ولا النفس بتوسوس لي انما ده مذكور في القرآن الكريم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه يعني النفس بتوسوس للانسان وسبحانه وتعالى يقول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد فبلت الشيخ احمد الصباغ اهلا بخضرتك معنا وهذه الاية الكريمة وسواست النفس ده موضوعنا النهار نعم أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وخير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلي على الحبيب البكيطي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك الآية دي النهاردة بنبعث بيها رسالة لكل من يعلق شماعة معاصيه وذنوبه على الشيطان يقول لك الشيطان خير الشيطان خير الشيطان لا ده أنت عندك عدو أقوى من الشيطان اللي هو مين نفسك التي بين جميك الجهاد الأكبر وعندنا أدلة في القرآن أدي أول دليل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسويس به نفسه وإلا هسألك دعاء سؤال هو اللوسوس لآدم أنه ما يأكل من الشجرة مين إبليس أو الشيطان طب من اللوسوس للشيطان أنه ما يسجدش الآدم هو نفسه نفسه لا يفتعليك والقرآن يدلل على هذا بقول الله يتعلم إخوة يوسف سيدنا يعقوب لما رجع من غير يوسف قال لهم إيه قال بل سولت لكم أنفسكم وألف السامري وكذلك سولت لي نفسي ولما قتل قبيل هبيل كان من نفسه فطوعت له نفسه ومرأة العزيز اللي كانت بتراوض سيدنا يوسف برضو نفسها مش شطان وما أبرئه نفسي فالنفس اللي بين جنبك دي ربنا يعيننا وعينك عليه لأهل العلم يقولوا كده النفس دائما في شغل فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ونفسك كدابة إن ركبتها أنت حملتك وإن ركبتك هي قتلتك ونفس نوع ما سواها فألحمها فجورها وتقوى وإبليس الموضوع بالنسبة له بسيط جدا لأن ربنا قال إيه إن كده الشيطان كان ضعيف إنما نفسك اللي لزق فيك دي معاك وإنت نايم ومعاك وإنت صحي ومعاك وإنت صحي وإنت معاك وإنت غلط فنفسك ولذلك سيدنا النبي نفسه أنا مستعجب والله العظيم لولا إن الحديث صحيح كان يبقى فيه كلام النبي نفسي بقول وأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشيطان أيوة أيوة ويقول إيه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بص يا فنب طرفة عين فأضل ضلالا بعيدة وفي رواية كبيرة أمان لما سيدنا النبي يقول عن نفسه كده أمان إحنا نعمل إيه الشيء الملفت بقى كمان في الآية وَنَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ الْوَسْوَسَة زي رسولة عامة بدأت وقالت الْوَسْوَسَة تبقى بين اتنين بين شخصين بين حكتين إنما لما تبقى الوَسْوَسَة من الإنسان ونفسه يعني حاجة داخلية ربنا ما يقولش بقى وَنَسْمَعُوا مَا تُوَسْوِسُ لا 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 ونعلمه خد بالك فرق بين نعلم وبين نسمع طب إيه الوَسْوَسَة في عندنا النفس بتعمل حكتين في القرآن إما التسويل وإما الوَسْوَسَة سولت لي نفسي وكذلك سولت لي نفسي التسويل أو الوَسْوَسَة يعني إذا سولت التسويل اللي هو التزيين أو الإيه؟ أو التجمل يعني يظهر لك القبيح على إنه جميل يبين لك الصح إنه الغلط إنه صح أو الصح إنه هو غلط إنما الوَسْوَسَة دائماً بتاخدك إيه؟ يعني إيه؟ خطوة بخطوة أو واحدة بواحدة وذلك إحنا بنقوله ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالينا نايمان النبي كان بيبدأ كده شرور أنفسنا آه شرور بص بص النفس كلمة النفس أمارة بالسوق خد بالك حنا عندنا سلسلة في النفس في القرآن كبيرة طيب النفس أمارة بالسوق دي جات من إيه؟ بص يا فنم أمارة يعني بتؤمر بني أدم بالسوق مش آمرة أمارة صيغة مبالغة على وزن فعالة يعني مش بتؤمر جات لما امرأة العزيز اللي هي رودة سيدنا يوسف اعترفت والناس عرفوا من سيدنا يوسف بريء قالت وما أبرئ نفسي قالت إيه بقى قالت الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز أنا رودته عن نفسي الآن حصحص الحق أنا رودته عن نفسه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأماراتهم بالسوء إلا ما رحم ربي القرآن يوسف دعاء يتكلم عن النفس بأكتر من نوع ففيه عندنا النفس الأمارة وعندنا النفس اللوامة وعندنا النفس المطمئنة الله خير يا عياته النفس الايه المطمئنة النفس اللوامة لا اقسمه بيوم القيامة ولا اقسمه بالنفس اللوامة عندنا النفس الامارة وما ابرئ نفسي ان النفس الامارة الشاهد ايه فندم ان النفس تحتوي على كل الصفات الخبيثة وعلى كل الصفات الطيبة بس فين بقى فين الحتة الطيبة ظهرت في القرآن الكريم دايما النفس شريرة الحتة الطيبة في ايه بقى مطمئنة وفي النفس الطيبة أم ليه واخد بالك النفس اللوامة كويسة عارف أي نفس اللوامة التي تلوم صاحبها على قلة فعل الخير أو على عمل الشر في صورة قيامة لا أقسمه بيوم القيامة ولا أقسمه بالنفس اللوامة دايما تلوم صاحبها عملت قليل ليه ما كنت زودت في الخير طب عملت الشر ليه ودي متعبة للنفس قوي طب أنا الوقتي أعرف منين أن أنا نفسي لوامة ولا نفسي طيبة ولا نفسي بتواسوز ولا نفسي شريرة النفس اللي أنت بشيخ ديبالك منه أن التلاتة أو الصفات كلما موجودة في نفس اللقطة أيوة يعني ما فيش نفس لوامة بس ومش مطمئنة ما فيش نفس مطمئنة ومش أمارة لا كل نفس مطمئنة وأمارة ولوامة كلها موجودة بس أحيانا ده بيغلب على ده الطبع ده يغلب على ده بإيه بقى؟ بذكر الله الذين آمنوا يعني كل البشر مخلوقين بنفس شريرة يعني مخلوقين بيها أه طبعا ومخلوقين بنفس لوامة ومخلوقين بنفس مطمئنة فلازم تتهذب بقى بذكر الله وبالتربية واحد بيعلي عنده النفس المطمئنة واحد بيشتغل عن نفس اللوامة صح واحد بيشتغل عن نفس الأمارة